تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعامل مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابطة ريال مدريدي الرسمية في العراق حلقة اليوم بتأكد إنه عام 2021 مختلف لأنه ريال مدريدي حسم الأمور بشوت وهذا الشي مش معتدين عليه منه حلقة اليوم تيجي نشرح فيها شو صار مع الريال ردد فعل ممتازي مع الريال بعد ما تشتركوا بالقناة الآن قناة سيلفي سبورت على يوتيوب المباراة جاءت بظروف صعبة جدا غيابات عديدة في ريال مدريد من حيث اللاعبين غياب مدرب بسبب إصابة كورونا وفكر ذلك ضربات نفسية متوالية سوبر ثم كأس والفريق عم بعيش حال الضغط وبواجه فريق هازمه ذهاب الاثين واحد في ملعبه فطبيعي رغم إنه ترتيبه أقرب للهبوط تعتقد إنه حيكون خاصم صعب ويتشجع عليك وفعليا ألافس تشجع خمس دقائق وقدر ريال مدريد قال له إلزم حدا شوفنا ألافس بيدخل بأربعة أربعة أثنين معتادة مع مدربو أبيلاردو وبالمقابل ريال مدريد بيدخل بأربعة أثلاث ثلاثة ثلاثي الوسط الخبرة الهجوم أسنسيو هازارت بن زيمة ما زالوا بعقلية زيدان هما الثلاثي المثالي بالنسبة له وفي خط الدفاع الأسماء المتاحة لعبة مع بقاء منديك أفضلية في الأساسي وفاسكس دائما بكون هو الخيال الثاني بالنسبة لزيدان كظاهير أيمن وطبعا طبيعي جدا ميليتاو هو ليبدأ لأنه ما فيه غيره بجانب فران الريال قدم أول ربع ساعة بشكل ممتاز للغاية فرض استحواذه لنسبة 70% استوعب أول خمس دقائق من هجمات أو محاولات ألافس هدد المرمى بثلاثة أو أربع كرات فكان طبيعي في النهاية أنه يتقدم بغض النظر أنه التقدم جاء من كرة ثابتة عبر كاسيميرو اللي كان صاحب الهدف الوحيد أيضا لريال مدريد أمام ألافس في لقاء الذهاب هدف خل المباراة في مرعب ريال مدريد تماما الريال قدم الربع ساعة الممتازة الأولى تكمل عليها لكن بحذر أكثر لأنه ما عاد مضطر يسرع شفنا ما زال ماسك الكرة يمخلي استحواذه إيجابي دائما أقرب لمرمى ألافس وبنفس الوقت حدة عالية جدا بافتكاك الكرة الفريق دائما عم بيفتك الكرة في مرعب ألافس بشكل واضح وبرغبة واضحة إنه هذه المباراة مش هتروح فيها كرات عمر مانا ولا عمنطقة جزائنا حتى تحسن الأمور لاحظنا تحديدا بشكل واضح قبل الحسم بشوط الأول إنه مدريد مشكلة كبرى لألافس كل شوية عم بمرر الكرة بيضع مندي بيضع منزيب أمام المرمى طبعا ضيعوا في البداية وأيضا كروس كان في عندهم مشكلة معابع كراته الطويلة بعض الأحيان لتضرب دفاعهم في الحقيقة الموضوع كان كله عبارة عن استراتيجية ممتازة جدا من ريال مدريد داخل في هاللقاء الريال كان واضح باستراتيجيته الهجومية أنه عنده فلسفتين الفلسف الأولى إذا تقدموا لعيبة ألافس اللي هم أصلا مش هذه السرعة الكبيرة ولا الجودة العالية وضغطوا بخط دفاع متقدم حنوضربهم بظهرهم بتمريرة متقلة من كروس أو مودرش يتفرغ واحد منهم نتيجة توراني الكرة السريع ويلعب هذه الكرة ولأنه لعيبة ريال مدريد أسرع دائما حيفوزه بالكرة شفنا مندي بينفرد بهذا الاسلوب شفنا الهدف الثالث تقريبا بيجي بهذا الاسلوب لما شفنا ألابس عم يطلع كانت الضربة القاضية عم تيجي من طول كروس في حين الهدف الثاني كان يمثل الاستراتيجية الثانية لعيبة مدريد الجميع إذا ألابس تراجع في خطين دفاع لأنه هو بلعب بخطر وسط خطة دفاع كأنه خطين دفاع ورجع كثير لورا إحنا حندور الكرة كثير حنحرك الكرة كثير ولما يصير فيه مساحة حلو ضرب كرة عمودية إلى الأمام وهذا اللي عملوه وهذا التمويه من هازار ساعد بنزيمة لواجه المرمى ويسجل اليوم الريال اللعب المباراة بشخصية فريق عم بلعب مباراة كبيرة شخصية ريال مدريد في هذا الموسم بمباراة كبيرة حركية كبيرة بدون كرة كرة عم بتروح يمين يسار تغيير تجاه اللعب اللي هو من أقوى الأشياء لما يكون مودرش وكروس الريال مدريد بيقدر يعملهم والجدية المطلقة والتركيز الكامل بفتكاء كل كرة الريال اليوم لعب لأنه عارف اللقاء ما عاد مسألة دوري ممكن الدوري أخذ أتلاتكم مدريد خطوة كبيرة فيه بس الريال اللعب اليوم مباراة إنه مسألة مشروع كامل مشروع زيدان بوجود زيدان خسارة اليوم كانت ممكن تخلي الموسم لآخره شكله سيء جدا وتكون ثمنه النهائي إنه خروج زيدان وممكن أسماء أخرى معه لو طلع الفريق بشكل مش كويس هذا الموسم فلعبوا المباراة اليوم مباراة موسم بالنسبة لهم شنك عاملوا ألافيس رغم مركزه اللي مهدد بالهبوط عاملوه كأنهم عاملوا أتلاتكم مدريد وعاملوا برشلولا طبعا شفتوا لقطة مندي في الشوط الأول والتصرف اللي شوي مش حكيم يعني الرجل واجه المرمى رح مرر مش أول مرة مندي هذا الموسم بتحديدا آخر المباراة عم بيكون خياره دائما الغلط يعني لما يكون لازم يلعب عرضية بتلقاه بندفع لما تقول لازم يسدد بتلقاه بيمرر لما يكون لازم يمرر بتلقاه بيسدد أنا أعتقد اللاعب دخل في نوع من الضغط النفسي اللي عم بيصير عنده من اتجاهين اتجاه داخلي إنه هو فعليا في أكتر من موقف ما ساعد الفريق هجوميا وضعت نقاط في الدوري وانتقه بشكل صريح والاتجاه الثاني إنه اللي تلعه عشانك فيه هرناندز وريقاليون حاسمين هجوميا مع فرقهم في دورياتهم في واحد في البريميرليجوح بالدوري الإيطالي وإثنين عم بيصنعوا فارق وعم بيصنعوا شغل أعتقد هذا الضغط مخلي مندي عليه الضغط لأنه هو مش ذلك الظهير الهجومي هو ظهير متوازن مش دفاعي هو متوازن لكن بعض الأحيان لما تاخدوا هاي المقارنة والمشكلة إنه جاي عود واحد من أحسن أظهر اليسار في التاريخ الهجومية اللي هو ما رسئله بيضل دائما عنده هذه الحالة فما بعرف إذا الريال مدريد حيقدر يتعامل معاه واللي بيزيد من مشكلته إنه أمامه هازارد اللي مش هم بيؤدي بشكل طيب فعليا رغم إنه سجل هدف يعني لما تشوف حركية هازارد ربما بدأ يدخل باللقاء عند دقيقة 30 ففي دقائق دقيقة كان الحمل أكتر على مندي في تلك الجهة هازارد معظم اللقطات عم بيحاولي تجنب الواحد لواحد بعرفش هل هي أوامر عشان ما ينصاب لأنه في أكثر مرة نعمل عليه فور في البداية ولا إنه عرف إنه دور الإسباني في الواحد لواحد أصعب من الإنجليزي فهذا جزء من المشكلة لأنه اللي أمام مندي سواء لما كان لعب جونيور أو لأنني ملعب هازارد مش هم بيعطي الأداء اللي يخفي إنه أنا مش مطالب كثير هجوميا لأنه جهتي شغالة مباراة ممتازة من ريال مدريد كل لعب كان عم بيلقى زميله في التمريرات كل لعب كان عم بيقدر يجد اللعب اللي وراه واللي أمامه بسهولة مطلقة فهذا الشيء كان يمخلي ريال مدريد مش مضطر يخسر كرة كان مش مضطر يغامر بأي تمريرة كان يمخلي ريال مدريد مصيدر تماما وعم بيخلي ألافيس خطوة دفاعي الأول والتاني كان هم مجرد عوائق عم تقدر تمر منهم النقل نقلتين النقل التالتة دائما فيه لعب واللعب التاني ودائما فيه لعب التالت اللي عم بيتحرك شفناه بأكثر من جملة اليوم ريال قدم مباراة ممتازة هذا الأداء من أفضل أداءات القدمها ريال مدريد هذا الموسم للعلم لعن ما حسم الأمور لعن ما حسم الأمور كان ريال جدي جدا ريال عم بيلعب صح بغض النظر عن قبل الخصم فيه فرق أضعف من ألافيس والريال ما لعب مع هذا الأداء هذا الشي بيحكي أنه ربما يعني هالضربات اللي ورا بعض خلت اللعبين يتقدموا أكثر رغم أنه مازال عندي أنا تخوف كبير من فكرة أنه أحسن لعب ريال مدريد هو مودرج لأنه أكبر لعب بالعمر 35 سنة واللي ما بتعرفش أنه مجدد ولا مش مجدد وهذا الشي بيخوفك لما يكون أفضل لعب عندك بالفريق عمره 35 سنة بخوفك صحيح أنه بيبسطك لكن أيضا بيخوفك لأنه لما يكون أفضل لعب عندك بالفريق بهذا العمر فتساعد عن الأعمار الثاني طب لو طلع لو ما جدد وهذا الكلام وين حيروح الفريق واحدة من المباريات اللي بتعطي إشارة إيجابية المهم جدا في المباراة المقبلة نشوف ريال مدريد عم بيكمل عليها لأنه أنت عشان تبني الزخم الآن لأنه طبعا التركيز خلينا نحكي منطقيا دوري أبطان ثم دوري لأنه إذا أتلتك بيريد بكرة غلى بانانسيا الوضع بصير أصعب بكثير كثير في الدوري فإنت لازم توصل لأطلنطا وإنت جاهز فلازم تبني سلسلة الانتصارات لأنه ما في مجال هناك للخطأ مع فريق إحنا بنعرف لو غلط معه مش حيرحمة ممكن يخلص المباراة بذهاب يعني بدي ألفت الانتباه لفكرة خبر كيليان إمبابي وتصريحه اللي حصل مدامنا بنتكلم في مباراة حسمة بشوت خلينا ناخذ هذه الفرصة ونحكي عنه أكثر واضح جدا أنه إمبابي فعلا دخل بمفاوضات حسب صحيفة لكيبي الفرنسية الآن الكلام واضح جدا أنه إمبابي دخل في مفاوضات حقية وعنده عرض وعرض أفضل ماديا بكثير من عرضه الحالي ووصفة الكلام بالحرف الواحد أنه عرض منطقي عرض مغري لإمبابي لكن إمبابي ينتظر ريالة المشروع الرياضي اللي بيقدمه باريس سان جيرمان هل هو اللي بيلبط طموحه أنه حيقدر دائما يكون بالقمة في أوروبا لأنه الدور الفرنسي بالنسبة له شبه مضمون يعني لما يكون بسان جيرمان فهل بده يضلوا دائما يحس حاله بالعب نصب نهائي ونهائي دول أبطال أوروبا لو أمنوا له هذا هو حيكون مرتاح بنفس الوقت الرسالة واضحة إمبابي لازم بواحد وعشرين لأنه مش عشان ريال مدريد محتاجه لأنه سان جيرمان واضح أنه لما جددت حنبيع هذه هي آخر تفاصيل الموضوع فأنا ما زلت أشك لو إمبابي دي طلب واحد وعشرين أن ريال مدريد يكون عنده رادة الفعل المالية إلا إذا قدر ياخد قروض وقدر يعيد الموضوع خاصة لو كان الجمهور جاي السنة الجاي فممكن الريال ياخد هذه المغامرة الكبرى بأنه يشتري إمبابي فالموضوع حتى الآن تغيرت النغمة فيه شوي خليني أكون صريح أصبحت متفائلة في فرنسا أكتر أنه ربما يبقى كيليان وصلنا إلى هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سبك كتب تالإنستغرام وضرورة تابعونا على قناة سيبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة